سناء تعالي يا سناء احنا طبعاً اخواتي ممكن نهزر مع بعض ونتحك مع بعض يعني فيه لعبة حلوة قوي ممكن نلعب طب ايه هي دي؟ دي لعبة التركيز طب ازاي دي ورهين يا مش عارفين مش عارفين؟ لا اش عارفين لعبة التركيز بصي تخلي سبعينك لاتنين دول يلمسوا بعض من غير ما تكوني بص عليهم خالص بصي انا مغمض عيني هو واسبعيني هم ايه؟ لازقين في بعض ايه ماشي؟ انا يا ابني اللي معلمة لبنتك اصلا انا لغلطان يا سناء انا لغلطان ده انا كنت مفكر هجيب لك فتان جديد لما الاهل يغلب برشلونة ماشي؟ ايه اسمي يلا يا اسمي عشان نجهز نفسنا يلا يا حبيبتي عشان نروح ببنينة الحيوانات اوكي بس الاول عملية التصريحة بتاك حاضري يا حبيبتي ايه ام حبك ايه يا تنصلي وانا كمان بحبك اوي يا ياسمين رالي انا ملاحظ ان ياسمين متأثرة اوي بسناء اختي طب و ايه المشكلة ما هي عمتها؟ ايوا بس مفروط تتأثر بي انا انا بقوها برضو ليه يا ترى؟ اه هترجعي تاني تقول ايدي عشان موضوع الكورة لعلمك بقى انا ممكن النهاردة مروحش المواطش بتاع الاهل وبرشلونة وهو اديها جنينة الحيوانات بجد يا عادل؟ اه طبعا بجد انا عارف ان انت زمال كوية ونفسك الاهل يتغلب بس انا كمان مش هتخرج عالمكش اهم حاجة بنتي ياسمين يلا حبيبتي اوديك جنينة الحيوانات ايه ده؟ انت بتقول ايه يا عادل؟ يا عادل انا ابوها وهي عايزها تروح جنينة الحيوانات وهوديها يلا ياسمين طبعا تنصناء تنصناء هنلا زيها هناك في الجنينة كتير عادل لو سمحت عايزك في كلمة جوه عادل عايزك في نفس الكلمة جوه ايه الكلام العجيب اللي انتو بتقولوه ده؟ ياسمينة جميلة انت جهزي ماشي على ما اخرج واخذك نروح جنينة الحيوانات اجهزي ازاي؟ اجهزي بقى يعني افك الشعر العجيب اللي سنينة عملتولك ده حبيبتي كده اهو ايه الكلام الفارغ ده؟ اكيد عايزك تبقى شبهها وخلاص اعملي شعرك زي باباكي كده ها؟ اصير يعني اصير ماشي؟ جاي العطوب